اهلا وسهلا بكم في القناة بوسي كروشي هنعمل مع بعض النهاردة كومب من البلوزة الكروشي بطريقة سهلة وبسيطة هنعمله كومب بغرزة الجراني هنستخدم خيط اليزيه والخيط ده استخدمت معي إبرا مقاس أربعة احنا هنشتغل الكمة من عند الاسورة هنعمل عقدة البداية وهشتغل اتنين وتلاتين غرزة سلسلة على قد الاسورة من هنا الكمة ده انا عاملها المقاس ميديم واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حدوشر اثنوشر تلاتوشر اربعة عشر خمستوشر ستوشر سبعة عشر تمنتوشر تسعة عشرين واحد وعشرين اثنين وعشرين تلاتة وعشرين اربعة وعشرين خمسة وعشرين ستة وعشرين سبعة وشرين تمانية وعشرين تسعة وعشرين تلاتين اي عزة الثلاثل اللي احنا بنعملها المهم يقبل الاسمة على 4 كده انا عملت 32 على قد الاسورة بتاعة الايد بتجيبي للاسة بتعملي عزة سلاسل المهم تكون بيقبل الاسمة على 4 وبتقسيه على اسورة الايد بتاعتك بحسب المعاسل اللي انت عاوزة تعمليه بعد كده بنمسك السلسل مضبوط بالشكل ده كده بنروح عند اول غرزة سلسلة بنشتغل فيها غرزة منزلقة بعد كده بنرتفع تلاتة سلسلة بنشتغل بنروح لغرزة السلسلة التانية بنشتغل فيها غرزة عمود بلفة بنشتغل فيها غرزة عمود بلفة يعلى كده نرتفعت تلاتة سلسلة أشتغل فيها غرزة لميلة واللي بعديها اشتغل فيها غرزة عمود بلفة واللي بعديها اشتغل فيها غرزة عمود بلفة بعد كده باشتغل سلسلة وبسيب سلسلة وبروح السلسلة اللي بعديها على طوله باشتغل فيها غرزة عمود بلفة واللي بعديها باشتغل فيها غرزة عمود بلفة والسلسلة اللي بعديها بشتغل فيها غرزة عمود بلفة بعد كده بشتغل سلسلة وبسيب غرزة سلسلة وبروح للغرزة اللي بعديها وبشتغل فيها غرزة عمود بلفة واللي بعديها برده بشتغل فيها غرزة عمود بلفة واللي بعديها بشتغل فيها غرزة عمود بلفة وبعد كده بشتغل سلسلة بسيب سلسلة وبروح للسلسلة اللي بعديها وبشتغل فيها غرزة عمود بلفة واللي بعديها بشتغل فيها غرزة عمود بلفة والسلسلة اللي بعديها بشتغل فيها غرزة عمود بلفة وبرتفع السلسلة وبسيب غرزة السلسلة وبشتغل في اللي بعديها غرزة عمود بلفة والسلسلة اللي بعديها بشتغل فيها غرزة عمود بلفة واللي بعديها بشتغل فيها غرزة عمود بلفة بنفس الطريقة بفضل بكعملها لاخر الدور لان انا بارتفع السلسلة واسيب غرزة سلسلة من تحت واروح للغرزة اللي بعديها وبشتغل فيها غرزة عمود بلفة واللي بعديها بشتغل فيها غرزة عمود بلفة واللي بعديها بشتغل فيها غرزة عمود بلفة وبعد كده بشتغل سلسلة بسيب غرزة وبروح للبعديها وبشتغل فيها غرزة عمود بلفة واللي بعديها بشتغل فيها غرزة عمود بلفة واللي بعديها بشتغل فيها غرزة عمود بلفة بعد كده باشتغل سلسلة هيتبقى معي هنا غرزة بروح لعند الثلاث ثلاثة اللي ارتفاع اللي انا كنت بارتفعهم وبعد سلسلة اثنين وبدخل في الثلاثة وباشتغل فيها غروطة منطلقة يبقى كده سلسلة فاراغ ان انا سبتها تحتية بسيب فوق كل بعمل سلسلة وبسيب تحتية سلسلة بنفس الطريقة هنتقل الراوند البعد كده التاني وهاشتغل اربعة سلسلة وهروح هنا اشتغل في فراغ السلسلة اللي كنت بعمله اشتغل فيه تلاتة غرزة عمود بلفة واحد في نفس الفراغ بدخل كمان وعمل غرزة عمود بلفة في نفس الفراغ بدخل وعمل غرزة عمود بلفة بعد كده هشتغل سلسلة وهروح للفراغ السلسلة اللي بعديه وهشتغل فيه ثلاثة غرزة عمود بلفة وبعد كده بشتغل سلسلة وباروح للفراغ السلسلة اللي بعديه بشتغل فيه ثلاثة غرزة عمود بلفة وبشتغل سلسلة وباروح للفراغ اللي بعديه وبشتغل فيه ثلاثة غرزة عمود بلفة وبارتفع سلسلة وباروح للفراغ اللي بعديه وبشتغل فيه ثلاثة غرزة عمود بلفة وسلسلة بروح للفراغ اللي بعديه بشتغل فيه ثلاثة غرزة عمود بلفة سلسلة بنتقل للفراغ اللي بعديها لو طوله بشتغل فيه ثلاثة عمود بلفة سلسلة هنا عندي اخر فراغ انا هنا ارتفعت اربع سلسلة هعتبر اول تلاتة ثلاثة العمود وهشتغل في نفس الفراغ كمان عمودين هيبقوا معي تلاتة عمود بلفة كده واحد هشتغل كمان واحد بس مش هشتغل تلاتة لان التلات سلاسة هتسيبهم عمود بعد كده عدي سلسلة اتنين وهدخل في السلسلة التالتة وبشتغل فيها غرزة منزلقة والسلسلة الرابعة هعتبرها فراغ ان انا اعمل تلاتة اعمدة سلسلة بعد كده بشتغل في الفراغ اللي بعديها بنفس الطريقة كده الراوند التاني خلص هنتقل معيكم للراوند التالت وهشتغل تلاتة سلسلة وهدخل في الفراغ ده وهشتغل فيه كمان اتنين غرزة عمود بلفة الراوند التالت ده هنشتغل فيه تازايد يبقى انا هنا ارتفعت تلاتة سلسلة ودخلت في الفراغ عملت فيه غرزتين عمود بلفة بعد كده هشتغل سلسلة هيقابيني هنا تلاتة اعمدة هسيب اول عمود واخر عمود وهدخل في العمود اللي في النص وهشتغل فيه تزايد هعمل فيه تلاتة غرزة عمود بلفة في العمود اللي في النص يبقى هنا كده انا عملت التزايد اللي في الدور التالت هيكون معي بالشكل ده كده من انا اشتغلت تلاتة عمود بلفة في الفراغ مع ارتفاع التلاتة سلسلة واشتغلت كمان عمودين بعد كده عملت فراغ سلسلة وهنا عقبلني تلاتة عمدة سيبت اول عمود واخر عمود واشتغلت في العمود اللي في النصر تلاتة عمود بلفة بعد كده هشتغل سلسلة وهامشي الدور عايزي ان انا هنقل في كل فراغ هشتغل فيه تلاتة غرزة عمود بلفة وباشتغل سلسلة وبروح في الفراغ اللي بعديه واشتغل فيه تلاتة عمود بلفة وافضل مكملة كده بنفس الطريقة لحد ما وصل لنهاية الدور ان انا هشتغل هرتفع سلسلة واشتغل في كل فراغ تلاتة غرزة عمود بلفة الراوند التالت هو التزايد بس لنعمله في بداية الدور في الراوند التالت هكمل بنفس الطريقة الاخر الدور وارجع لك تاني ووصلت لنهاية الدور واشتغلت في اخر فراغ تلاتة عمود بلفة بعد كده تفات سلسلة هعد غرزة اتنين وادخل في غرزة السلسلة التالتة واشتغل فيها غرزة منزلقة كده الراوند التالت خلص هندخل في الراوند الرابع واشتغله من غير اي تزايد هاشتغل اربعة سلسلة واروح هنا عند اول فراغ هاشتغل فيه تلاتة غرزة عمود بلفة بعد كده هشتغل سلسلة واروح لفراغي اللي بعديه وهشتغل فيه تلاتة غرزة عمود بلفة وبافضل ماشي بنفس الطريقة هاد ما وصل لنهاية الدور احنا اشتغلنا التالت عملنا فيه تزايد الدور الرابع والخامس والسادس هشتغله من غير اي تزايد هعمل في كل فراغ تلاتة غرزة عمود بلفة بنفس الطريقة الدور بنرتفع تلاتة سلسلة وبندخل في نفس الفراغ نعمل اتنين عمود بلفة والدور بنرتفع اربعة سلسلة وندخل في الفراغ اللي بعديه ونشتغل فيه تلاتة عمود بلفة يبقى احنا اشتغلنا الراوند التالت عملنا تزايد الراوند الرابع والخامس والسادس هشتغل عادي من غير اي تزايد هعمل فوق كل فراغ 3 عمود بلفة بينهم سلسلة هكامل بنفس الطريقة لحد ما هم تقلص الراوند الرابع والخامس والسادس وهرجع له كتان وصلت لنهاية الدور السادس وهشتغل في اخر فراغ 2 عمود بلفة احنا قلنا لما بنرتفع اربع سلاسل بنحسب 3 سلاسل منهم عمود وبنشتغل في اخر فراغ 2 عمود كده بنعد سلسلة 2 وندخل في السلسلة الثالثة بنشتغل فيها غرزة عمود بلفة لغرزة منزلق كده اشتغلت نهاية الراوند السادس هنشتغل الراوند السابع مع بعض وهنشتغل فيه تزايد بارتفع 3 سلسلة هتغل في نفس الفراغ واشتغل كمان اثنين عمود بلفة بعد كده هشتغل سلسلة احنا قلنا التزايد بنعمله بس في بداية الدور في الغرزة في العمود اللي في النص مرة واحدة بس هنسيب اول عمود واخر عمود وهنشتغل في العمود اللي في النص غرزة تزايد بنكمل بقى شغلة عادي لنهاية الدور باشتغل سلسلة وباشتغل في الفراغات عادي في كل فراغ باشتغل فيه تلاتة غرزة عمود بلفة وباشتغل سلسلة وبانتقل الفراغ اللي بعديه باشتغل فيه تلاتة غرزة عمود بلفة يبقى هنا كده عملنا الراوند التالت فيه تزايد والسابع فيه تزايد التالت عملنا تزايد والرابع والخامس والسادس اشتغل لهم عادي من غير اي تزايد السابع هنعمل فيه تزايد وهنكمل لاخر الدور عادي وبعد كده هنشتغل التامن والتاسع والعاشر مش هنشتغل فيهم تزايد هنشتغل في الحداشر يبقى انا هنا هقف معاكم لحد شغل الهنا احنا هنعمل تزايد في الدور التالت والسابع والحداشر وهنعمل في الخمستاشر وفي التسعتاشر واخر حاجة هنعمل تزايد في الدور التلاتة وعشرين يبقى احنا لما نعمل تزايد في السابع هنشتغل الثامن والتاسع والعاشر عادي جدا من غير تزايد بعد كده هنعمل تزايد في الدور الحداشر وهنشتغل فيه ان احنا بنعمل نشتغل هنا بين العمود اللي في النص في الاول بس نشتغل في الغرزة اللي في النص تلات غرز تعمدة بلفها بس ده التزايد وبعد كده بشتغل الاثناشر والتلاتاشر والاربعتاشر عادي من غير اي تزايد وبعمل برضه في الدور الخمستاشر تزايد وبعد كده بشتغل الستاشر والسبعتاشر والطمنتاشر عادي من غير اي تزايد وبشتغل التسعتاشر فيه تزايد برضو بنعمل في تزايد في الغرزة العمود بلفل في النص وبعد كده اشتغلنا في الدور العشرين والواحد وعشرين والاتين وعشرين عادي من غير تزايد من دور الثلاثة وعشرين اللي هنشتغل فيه التزايد وبعد الدور الثلاثة وعشرين هنرتفع خمستاشر سطر عادي من غير اي تزايد في كل غرزة هنعمل في كل فرق هنشتغل فيه تلات عمود بلفة بينهم سلسلة هوصل لنا بقول لكم علي ان انا هحصل للدور الثلاثة وعشرين وهرتفع عليهم خمستاشر سطر من غير تزايد وهرجع لكم تاني عشان هوريكم هنعمل اف اثر دور ورجعت لكم تاني بعد ما اشتغلت الاسطر كلها اشتغلت في السطر التالي التزايد والسابع واشتغلت في السابع وبعد كده في الحداشر وبعد كده في الخمستاشر وبعد كده في التسعتاشر وبعد كده في التلاتة وعشرين وبعد كده اشتغلت خمستاشر سطر عادي من غير اي تزايد دلوقتي هنشتغل بعد الخمستوشر سطر اللي احنا ارتفعناهم من غير تزايد هنرتفع تلاتة سلسلة وهندخل في نفس الفراغ وهنشتغل فيه اتنين عمود بلفة سلسلة السطر ده بعد هنريتعمل فيه تزايد في الغامود اللي في النص برضو نسيب اول عمود واخر عمود وهنعمل تزايد في العمود اللي في النص بعد كده هنشتغل سلسلة وهننتقل للفراغ اللي بعديه وهنشتغل فيه تلاتة غرزة عمود بلفة بعد كده سلسلة وهنتقل للفراغ اللي بعديه على طوله هشتغل فيه ثلاثة عمود بلفة وسلسلة والفراغ اللي بعديه هشتغل فيه تلاتة غرزة عمود بلفة وهفضل ماشي بنفس الطريقة لحد ما وصل لنهاية الدور وصلت لنهاية الدور واشتغلت في اخر فراغ تلاتة عمود بلفة بعد كده اشتغلت سلسلة هعدي سلسلة اتنين وهدخل في السلسلة التالتة وهنشتغل فيه غرزة منزلقة بعد كده هشتغل اربعة سلسلة وهروح للفراغ اللي هيقابلني بعديه على طوله هشتغل فيه تلاتة عمود بلفة دور ده هشتغله من غير اي تزايد وده اخر دور هشتغله بعد كده سلسلة وهروح للفراغ اللي بعديه على طوله هشتغل فيه تلاتة عمود بلفة سلسلة هنتقل للفراغ اللي بعديه على طوله هشتغل فيه تلاتة عمود بلفة سلسلة وبروح للفراغ اللي بعديه على طوله هشتغل فيه تلاتة عمود بلفة سلسلة وبروح للفراغ اللي بعديه على طوله هشتغل فيه تلاتة عمود بلفة سلسلة وبروح للفراغ اللي بعديه على طوله هشتغل فيه تلاتة عمود بلفة سلسلة وبنتقل للفراغ اللي بعديه على طوله هشتغل فيه تلاتة عمود بلفة يكون سهل و بسيط وبيتعمل بسرعة مش بياخد وقت وغرزته جميلة غرزة الجروني من الغرز الجميلة في الكوريشية ممكن تعمليه بأي غرزة بنفس الطريقة التزايد اللي احنا عملناها بتعملي بردو تزايد في نفس الادوار احنا كل اللي بنعمله في الاول زي ما انتفقنا ان احنا بناخد مقاس اسورة اليد وبنشتغل عادي بقى لحسب المقاس اللي احنا عايزين نعمله وبعد كده بنشتغل التزايد انا كده وصلت بالضبط للمقاس اللي انا عاوزيه في الكوم والطول اللي انا عاوزيه المقاس ده ممكن يناسي المقاس ميتزيام او لارش لان انا عاملله بلوفر جراني بردو كده وصلنا الاخر الدور اشتغلت في اخر فراغ اتنين عمود بلفة عشان هنا اتفقنا ان الاربع سلاسل بنحسب انهم تلات سلاسل عمود بدخل في تالت سلسلة وبشتغل فيها غرزة منزلقة هيكون معي في كومة بالشكل ده كده كومة لزيز وجميل ومش بياخد وقت في كومة ده خد حوالي شلة خيط من النوع ده قليل زي ما قلنا عليك الاول شلة من الخيط السادة ب 18 جنين يبا احنا هنقول تاني تزايد عملنا في السطر الثالت والسابع والحداشر والخمستاشر وعملنا في التسعتاشر واخر تزايد عملنا في الدور التلاتة وعشرين وبعد كده اشتغلنا خمستاشر سطر سابت من غير تزايد بعد ما اشتغلنا 15 سطر عملنا سطر تزايد وعملنا عليهم سطر عادي وكذا انا اكتفيت بطول القوم والعرض بتاعه اذا اعجبكم الفيديو او استفادتم منه اعملوا لايك وشيروا واشتراك في القناة